كشف الحقائق ومكافحة الأخبار الكذبة وتأثيرها في الرأي العام ومنصات النقاش الألكتروني بالإضافة إلى سبل اعتماد صحافة مهنية بعيدة عن سيطرة المال السياسي الذي يسيطر على بعض الصفحات التي تنقل الأخبار الكذبة كل هذه المحاور جاءت عبر مؤتمر بوينت العراق الذي يعقد اليوم هناك أموال سياسية كبيرة جدا وجيوش ألكترونية كبيرة مهمتها فقط بث أخبار مزيفة في كثير من الأحيان نسميها سموم تبث ويمكن بسهولة أن المتلقي يتأثر به ويصدق عدة مجامع من الشباب متطوعين عملوا مجامع للتحقق من أي ما يتم تدوله بالسوشال ميديا أو حتى من المؤسسات الإعلامية كثير من المؤسسات تظلل بأخبار ومن ثم هذه المجامع تكشف أن هذه الأخبار هي مفبركة أو لا تمثل إلى العراق هذه الصورة ليست من العراق صناعة القرارات السياسية التي تأتي انعكاسا لما ينشر ويتم تداوله بالإضافة إلى تأجيج الصراعات وإثارة القضايا الطائفية خصوصا لمناطق النزاعات والحروب كسوريا والعراق أو العالم العربي تحديدا الحرب بالدرجة الأولى نفسية وإعلامية فبقدر ما بيكون فيه شفافية بمعرفة الناس بالتكنولوجيا والسوشال ميديا بقدر ما بيكون عندنا تحكم بالنتائج ممكن تظهر على الموضوع أطراف حكومية أكدت مساعيها للسيطرة على الصفحات الوهمية التي تروج لحرب الإشاعة مبينين نجاح عملهم بغلق مواقع الكترونية استخدمت لأعمال إرهابية عقدنا ثلاث مؤتمرات لمكافحة إعلام داعش والجماعات الإرهابية ونجحنا بشكل فائق جدا في غلق مواقع إلكترونية ومنصات كان يستعملها الإرهاب ضد العراق كان يشوش كثيرا فيما خلصت النقاشات إلى ضرورة اعتماد المنطق أولا في تصديق الأخبار والبحث عن المصادر الحقيقية ويفضل الموثقة منها بالعلامات الزرقاء من قبل الشركات العالمية للسوشال ميديا وغيرها في الوقت الذي ما زالت فيه الأخبار الكاذبة وتأثيراتها مستمرة على المتلق العراقي دعوات لتوخي الدقة واعتماد الصفحات الموثوقة بعيدا عن الصفحات الوهمية والمزيفة استبرق حسن الحرة بغداد